مرحبا ملحق لا بد منه يعني حكينا بالحلقة بالفيديو السابق عن الكارثة السياسة الأحزاب الأيديولوجية وقلنا أنه يجب على الدستور أن يمنع الأحزاب الأيديولوجية ويعتبرها عصابات هو تشكيل عصابي سياسي هدفها التخداع الناس وهدفها الاستيلاء على السلطة لأنه مهم التزمي بشي محدد تتخدع الناس تضحك اليوم وبالتالي أحد أساليب الاحتيال في السياسة هي فلازم يكون القانون يمنع قلنا نحن أنه يجب أن يكون هناك مجلسين تشريعية واحد بيمثل المجتمع الأهلي لأنه مجلس شيوخ مكونات ومخاصصات ومدرشو لكن هذا يتكافل بالوظيفة الدولة السيادية فقط يعني وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ما عدا ذلك بيخضع لمجلس الأحزاب مجلس الشعب اللي هو ترشح إله ترشح إله أحزاب ذات برامج منيح؟ فأحزاب ذات برامج برامج شاملة يعني برنامج عمل حكومي كامل برنامج عمل حكومي كامل وليس شعارات واضح بدهم يتفعوا حزبين أو ثلاثة أحزاب مع بعضهم هوني بقى شو بده يصير؟ بده يصير فيه مفاوضات بين الأحزاب اللي بدها تجتمع مع بعضها لتشكل حكومي مفاوضات على البرامج صارت أنه منعدل هاي دي بهالقد منعدل هاي دي بهالنسبة منزلت شوي نزيد هاي النسبة شوي حتى يصير فيه توافق على برنامج جديد مين بيحطوا؟ قادرة الحزاب بيحطوا برنامج جديد بيعدلوا وبيعلنوا وبتقدموا الحكومة بتقريرها برنامجا الحكومة بتقدم لمجلس شعب برنامج بتحصل بموجبه على سيقة المجلس نيح؟ قدمت برنامج وسمت أعضاء الحكومة وأخذت الصلاحيات وبلشت تشتغيل طيب من هون لأربعة سنين بركي هادور يكذبوا بركي الحزب وعدنا بيجي وما نفزوا كيف نحنا بنتأكد أن الحزب كان صادقا معنا قبل الانتخابات وبعدها نكذب بدنا نعمل شي اسمه استفتاء سنوي يعني بعد سنة وبعد سنتين فيه استفتاء الاستفتاء بيقول هل توافق على استمرار الحكومة البرنامج تبحى هذا الحالي ولا لأ إذا قالوا لأ بندعي لانتخابات مبكرة استفتاء أغلبية المشاركين في الاستفتاء اليوم الاستفتاءات ممكن تصير ببساطة جدا يعني استطلع رأيي ممكن تصير عن نت ممكن تصير شرط يروحوا ينتخبوا كذا والآخري ممكن يطاعمل تطبيق برنامج للناس تصوت استفتاءا على النت بدون ما يروحوا نهائيا كل واحد بفوت على رقمه الوطني بيدلي بصوته هو قاعد ببيته كل سنة بنعمل استفتاء على الحكومة بعد سنة بنعمل استفتاء نجحت الحكومة استمرت السنة اللي بعدها بنعمل استفتاء السنة اللي بعدها بيكون اجت الانتخابات الطبيعية العادي تكون صار في انتخابات أنا رأيي هذا التعديل مهم جدا ورجعوا للدستور اللي قلنا عليه الدستور اللي بدي يقول في مجلسين ضروري جدا لأنه نحن ما فينا نلغي نلغي وجود المكونات ودورها في تمثيل هوية الدولة وسيادة وما بدنا نحن نلغي المجتمع الاهلي بدنا نعطيه صلاحيات محددة ما يكون محاصصة ومقاسمة وتعطيل ومدري شو الاخرية مثل لبنان لبنان دولة فاشلة والعراق دولة دولة فاشلة بدنا نحن نعمل الوظيفة الخدمية للدولة هذه الوظيفة تساوى فيها الناس تماما أمام القانون بتكافؤ الفرص كامل ما في اختيار بناءا على الهوية المعيار الوظيفة هو الكفاءة هذه هي مجلس الشعب اللي هو بمثل أحزاب ذات برامج مو بيجي بعب البرنامج الصغير بس أنا على البيئة مثلا وروح بصوت بعدين لحزب يساري وبصوت لحزب مدري شو بصوت بصير أنا بنجح الحكومة وبنزلها وأنا بلعب فيها مثل ما عم يعملوا بالسويد لا الحزب العنصري هو اللي عم يفرض سياسته على الكل ليش؟ إنه إذا سحب تصويته من الحكومة بتصوت والتالي عم يستغل إنه هو أربع خمس مقاعد بيحمل المجلس كله لا ما بدنا نحن بدنا برنامج موافق عليه الشعب تتفق تعلنه الأحزاب وتوافق عليه الحكومة موافق عليه الشعب والشعب يصوت عليه إذن هذا الإصلاح ضروري جدا يكون في مجلسين مثل ما قلنا مجلس شيوخ مجلس شعب مجلس شعب بتصوت له على أحزاب على برامج يعني دائرة انتخابية واحدة كل الناس إلى صوت واحد لحزب واحد بياخد 30% بياخد 30 مقاعد 100 مقاعد بنعمله أو 200 بياخد 40% بياخد 40 مقاعد بتتفقوا بعدين العزاب بعدلوا هذه البرامج وبنستفتي الشعب كل سنة بعد سنة وبعد سنتين بنستفتي الشعب وآخر شي بالسنة الرابعة بده يصير فيه انتخاب إذن هذا هيك الدستور اللي يكون يعني تطوير للديمقراطية بحيث انه نضمن نحن انه هاي الحزاب ما تجزب كتير مهم انه يوعدك بشي ما يجزب هون يبقى بتجي انه الحزب له مثلا ممثلين بالبرلمان واحد اتنين ثلاثة خمسة عشر عشر عشرين طيب إذا هوا الممثلين غيروا رأيوت هل يحق انه يطلعوا عن برنامج الحزب هذا سؤال مهم هون يبقى إذا غير رأيه ممكن الحزب يستبدله إذن للحزب الحق في استبدال ممثلين لأني أنا كمواطن ما انتخبته على اسمه انتخبته على برنامجه وبالتالي إذا يفوت على المجلس ويتفق ويعمل صفقات ويعمل مدرشو ويغير رأيه بحسن يستقيل بس ما بيحسن ما بيحسن يعدل البرنامج اللي انتخب على اساسه ما بيحقلك تكذب عن الناس يعرفت كيف وبالتالي يمكن للحزب استبدال عناصر إذا هني قالوا أنا هي السياسات معت مقتنع فيها اوكي رجع بينزل غيرك بينفزك حتى ما تشكل ما ينسرق قرار الشعب هون يبقى إذا استقال نصف أعضاء المجلس يحل مو نصفه حتى تلتو ممكن يكون تلت عضاء المجلس إذا استقالوا كلهم يحل تدعى الانتخابات مبكرة ليه؟ لأنه صار في مشكلة معناتها معناتها صار في مشكلة وبالتالي اللي بيعطي الثقة بالحكومة هو مجلس الشعب مجلس الشيوخ بيحقله يعترض على ثلاث أسماء ثلاث وزارات واللي بيحاسبها دول الوزارات الثلاثة هن مجلس الشيوخ ومجلس الشعب أيضا يعني بيحاسبهم لكن مجلس الشيوخ له حق الفيتو عليهم بس هدول الثلاث وزارات إذا خرجوا عن إطاره هو اللي هو شو السيادة يعني الدفاع الخارجية السياسة الخارجية الدفاع والعدل يعني القانون الجنائي والقانون العام وزارة العادل بتتمارس كسيادة كسيادة قانون إن أصل الدولة هي سيادة القانون مو برامج حزبية ما فيها برامج هيدي شيء وطني عام توافق شيء وطني عام توافقي والسياسة الخارجية وطني عام توافقي يعني ما بيكون فيها انقسام أنا بدي هيك وأنا بدي هيك لا فيه وطني عام مستمر ما بيتغير هيدي بتحط المكونات الأهلية السابتة للمجتمع بناء على التوازنات المركبة فيها إذن هذا هو التعديل الضروري التوضيح الضروري تابع للفيديو اللي قبل هذا ربطوهن ببعضون ومهم جدا نحن نشتغل على هذا الموضوع التأسيس النظري لسوريا القادمة يتبع تابع للمجتمع تابع للمجتمع تابع للمجتمع تابع للمجتمع تابع للمجتمع تابع للمجتمع ترجمة نانسي قنقر